اشتركوا في القناة اتتاحه لعدد من المشاريع التي أنجزتها دولة الإمارات العربية المتحدة ووجه إصراح تعز شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة لدورها في عملية التحرير بمحافظة تعز واهتمامها بالجانب التنموي والاقتصادي حيث قال في بيانه إننا نجدها فرصة لنعلنها كلمة قوية تصم أدنى تلك الأصوات النشاز والأقلام الهابطة المسترزقة والتي تحلم بشق العصى بين تجمع اليمني للإصلاح بفرع تعز وإخوانه في التحالف العربي وبخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة التي سيكتب لها التاريخ دورها في عملية إسقاط الانقلاب والانتصار للشرعية وقال بيان إصلاح تعز سيكتب التاريخ أن التجمع اليمني للإصلاح كان الحزب اليمني الأول الذي أصدر بيانا مؤيدا لعصفة الحزم وأنه يعمل في مقاومة الانقلاب ضمن معسكر الشرعية جنبا إلى جنب مع دول التحالف العربي وهو كواجب وطني يقوم به في حماية اليمن والمنطقة من المشاريع التدميرية وفي ذات السياق أكد إصلاح تعز للجهات التي تحاول بث الأكاذيب ونشر الإشاعات محاولة تصوير حالة من القطيعة والخلاف إلى الأخوة في الإمارات والجيش والمقاومة في تعز هي أجندة بائسة تقتات على الأكاذيب ونشر الكراهية وبحسب إصلاح تعز فإنه يرى كباقي أبناء المحافظة في دولة الإمارات شركا أساسيا في عملية التحرير وأن الدماء المختلطة حالة ستمضي نحو التحرير والبناء المشترك وستفشل كل المحاولات التي تبث الفتن وترتزق على حساب الدول الإماراتي وتضحية أبناء تعز في مقاومة معسكر الانقلاب ودعا إصلاح تعز في ختام بيانه كل محبيه وأنصاره وأعضائه لمواصلة النضال والانتصال للمشروع الوطني باستكمال التحرير واستعادة الدولة وأن يترفع بأنفسهم عن أن يجرهم بعض الصغار من أصحاب المشاريع العدمية إلى مربع غير مربع استكمال التحرير وبناء دولة المؤسسات